السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا بتشوفوني لو اول مرة تشوفوا قناتي انا حنان النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم العدس بجبة او العدس الاسود انا بحب دايما اجيب اكياس الضحى بتبقى نظيفة ومضمونة وكمان الكيس في الاخر بيبقى بيتقفل من فوق يعني انا مش هستخدم الكمية دي كلها انا هستخدم ربع كيلو معا بصلة متوسطة وفصين توم وجزر وفلفل الوان وطمط مية جبيرة ومكعب زبدة طبعا هشوح فيه الحاجات دي كلها مع بعض اول حاجة عشان يساعد معانا العدس انه يستوي بسرعة هنقعه في مية سخنة او مية مغلية يعني لمدة ساعة الحركة دي مش هتخليها اخد سوا معانا خالص على النار هسيبه يتنقع كويس وهقطع الخضروات انا هنا قطعت الفلفل وبشارة الطماطم وعندي البصل لو حابين تضيفه فلفل شطة او فلفل حراء بيبقى حلو جدا معاه هبدأ دلوقتي هحط الحل على النار الزبدة تسيح هحط فيها البصل وهبشر التوم هشوحهم كده مع بعض احلى حاجة ان الاكلة دي سهلة وكل المكونات بتتحط مع بعض وسريعة ورحتها حلوة جدا في البيت بجد اكلة شطوية بامتياز هضيف الخضروات المتقطعة الاكلة دي على فكه مش بيتحطلها اي نوع من انواع البهارات هو ملح وكمون بس هشوح كده الخضروات كلهم مع البصل احنا مش بنستنى لغاية لما البصل ياخد لون احنا بس بنشوحه كده في الزبدة وبنشوح معه باقي الخضروات انا صفيت العدس وهضيفه دلوقتي ما يغركمش الكمية بتاعت العدس على فكه هو من الحاجات اللي هي بتقطر بعد ما بتستوي فربع كيلو بيكفي يعني من 3 ل 4 افراد انا عندي الاولاد لما حطيته في الحلة وكده وبدأ يستوي يعني كان يفتكر ان الحلة فيها لحمة مش عدس خالص ضفت هنا التماطم المبشورة لو حابين انتوا تضيفها متقطعة او معصورة اللي موجود عندكم يعني هقلبهم كده كويس مع بعض وهضيف مية تقدر تضيف المية اللي انتوا تحبوها لو حابين ان هو يبقى زي الشربة كده فيه شوية سوائل تقدر تضيف المية بزيادة انا بحبو يبقى متسبك وبحبو يبقى يعني يشارب المية بتاعته كويس هو مش هيخد وقت طويل على النار عشان احنا نقعينه كويس هغطيه وسيبه يستوي طبعا ريحت وطلعه جميلة جدا بعد المستوي انا هغرفه دلوقتي بصوا انا بحبو كده متسبك مش بحب بيبقى فيه سوائل كتير لو حابين زي ما قلتلكم تقدر تزودوا بالمية احلى حاجة في الاكلة دي انا هي بس بتتاكل جنبها عيش وصلطة بتبقى حلوة جميلة جدا بجد اتمنى منكم ان انتوا تجربوها هتعجبكم ان شاء الله صحة وهنا على قلبكم ما تنسوش تضيفوا الملح والكمون بشكركم على المتابعة بزينها كده ببقدونس من فوق بجد اتمنى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة